السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى نشوف مع بعض كده الثيرمل إكسبانشن الثيرمل إكسبانشن هو فكرته ان المولكيولز او الجزائيات اللي بتكون المادة بنتخيل كأنها مرتبطها مع بعض بروابط على شكل كأنها زي سبرينج او زومبرك او سوسطة بالشكل ده فلما بيتم عملية التسخين فالجزائيات دي بتبتدي تفايبريت او تهتز فالاهتزاز ده بيعمل في السبرينج اللي عندي ده كأنه بيتمط معايا او ان المسافات البيينية عندي ايه بتبطي تكبر بس خلي بالك ان البرتكيلز نفسها يعتبر هو نفس السايز بتاعها ما تغيرش انما المسافات البيينية هي اللي ايه اللي تغيرت بسبب الحركة بتاعة الجزائيات دي لما اكتسبت الطاقة الحرارية فالسبستنس او المولكيولز دي عندها بإكسباند لما بيتم تسخينه وده بسبب ان المولكيولز او الاتومز اللي بتكونها بتكون منها هي اللي ايه بيتم اهتزازها او بتفايبريت اكتر ده معناه ان هي بتحتاج بس ده ان البرتكيلز نفسها ما حصلهاش تمدد هو المسافات اللي ما بينها هي اللي ايه اللي زالت يعني حاجة زي ما احنا شايفين كده ده كان الحجم الصغير ده بقى حجمه اكبر فالحجم الاكبر ده بتسبب فيبريتشن او زي ما احنا شايفين حركتها بقيت ايه اكبر من اللي كانت في الحالة الاول لناي طبيعا على ثيرمال اكسبانشن ده لازم نراعيه في المنشآت مثلا يعني كمهندس مدني سيفيال انجينير مهم جدا ان هو يحط في الاعتبار موضوع ثيرمال اكسبانشن مثال بسيط جدا عندنا لوطباة متاع الساكة الحديد بيروحوا يسيبوا فيها فواصل او فراغات بالشكل ده بيروحوا يعملوا فواصل معدنية برضو فيها فراغات زي ما احنا شايفين كده بحيث ان لما الشمس ضربة فيها العربية بتتحرك او بتسخن اكتر فايجي يحصل الاكسبانشن ده يبقى سايب مكان للايه للتمدد الحراري ده انه هو يتم عندي انما لو ما عملتش الفواصل دي عايز يتمدد ما لقاش مكان يتمدد فيه هنشوف ايه اللي بيحصل بعد كده زي شرخ مثلا او كسر او الكلام ده كله فزي ما احنا اتفقنا كده هو بيبقى سايب مسافات فاصلة بحيث انه هو يسمح ليه التمدد او الانكماش عحسب بقى سخونة او برودة فبدون اي مشاكل في المبنى نفسه او الكبري او الكلام ده كله طيب تعال نتكلم على العملية العكسية اللي هي الانكماش الانكماش ده ان انت عندك المادة نفسها بردتها فبالتالي الفيبريشن هيقل فالمسافات البينية او الاسبيس اللي بتوين الموليكيولز دي ايه هتقل فده يعتبر العملية العكسية للتسخين وبيحتاج للضايبريت لس وبالتالي هيبقى لساس بيس كمان وده اللي بنسميه عماية الانكماش فالحاجات دي كلها يا جماعة سواء كان عماية تسخين او تبريد بنبتين لحظها مثلا في انت بتراعيها مثلا زي في الفواصل او في السلوك الكهرباء سلوك الكهرباء ديت وبيعمل حسابه ان هي لو بردت هتنكمش فالسلك ده هيبقى مشدود لا هي سخنت مثلا من شمس او الكهرباء بقى الفقد في الطاقة الكهربائية عشكل حرارة فده بيعمل العملية التمدد لازم يروعي الكلام ده عشان السلك مايتشدش ويحصل قطع مثلا فيه او الكلام ده كله وده تطبيقات مختلفة حسب الحاجة اللي احنا متدور عليه thermal expansion نقدر نصنفه لحاجة من ثلاثة اما linear expansion او area expansion او superficial expansion والvolume expansion اما تمدد في طول واحد او في بعد واحد او في بعدين او في ثلاثة ابعاد ده زي الرد مثلا انا بسمح له انه يتمدد في اتجاه واحد فقط او يتمدد فيه بعدين في اتجاهين زي thin sheet او في ثلاثة ابعاد طوله عرضه ارتفاعه ده اللي هو بيبقى زي cube مثلا او اللي هو بنسميه volume expansion تعاوني نمسك النوع الاولين اللي اني expansion اه الناس جابت رد عصاية زي كده اتثبتت من جميع الاتجاهات وسمح له انه يتمدد من اتجاه واحد فقط وكانت درجة حرارة تي نوت وراح مسخنه فلاحظنا ان انا لما زودت درجة الحرارة بمقدار delta t الطول زاد عندي مقدار delta l ضعفت درجة الحرارة كمان مرة لقيت الطول الضاعف هو كمان التمدد فيه كمان مرة ففهمت من كده ان مع زيادة درجة الحرارة بمقدار delta t ده هيتنسب طرديا مع زيادة في الطول مقدار delta l تعالى نعيد التجراه مرة تانية وتعالى نقول ان انا برضو زودت درجة الحرارة والطول اسمه l نوت كان مقدار زيادة مقدار delta l لو جبت العصاية او الردر اللي عندي ده بطول مختلف وليكن اتنين l نوت لما زود درجة الحرارة هلاقي الطول هيزيد من مقدار اتنين delta l ده انا لقيت ان هو كمان بيعتمد على الطول الايه الاصلي يبقى delta l directly proportional للايه للطول الاصلي تمام كده يبقى انا لو جمعت ده وده اقدر اقول ان delta l هتتناسب طرديا مع الطول الاصلي هتتناسب طرديا مع delta t او طرف درجة الحرارة يبقى اقدر اقول ان delta l هتساوي ثابت مضروف في الكلام ده الثابت ده جماعة هنسميه alpha تعال نمسك بقى القانون المكتوب القانون ده جماعة بيعبرني عن linear expansion الدلتا l هنا بتمثلي change in length او ممكن نسميه على فكرة elongation او الاستطالة الدلتا l دي بتساوي الالفا ده ده ثابت التناسب هنسميه معامل التمدد الطولي coefficient of linear a expansion ده بيعتمد على نوع المادة زي ما هنشوف مع بعض كمان شوية ان انا لو اتكلمت مثلا على الخشب غير ما اتكلم على الامونيوم غير ما اتكلم على النحاس هلاقي ان الالفا دي بيكون لها قيمة تعتمد على نوع المادة اللي عندي الرد ده مصنوع من ايه من زجاج مثلا من glass يبقى الالفا دي هيبقى لها قيمة معينة اللي عملته من الكبر هيبقى ليه قيمة اخرى وهكذا اللي نوت ده الوريجنال لمثة او الطول الاصلي الدلتا تي ده التغير في درجة حرارة لدرجة حرارة النهائية ناقص درجة الحرارة الابتدائية نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا ان قيمة الالفا او الالفا في الدلتا تي دي بتكون قيمتها صغيرة جدا زي ما هنشوف مع بعض قيم الالفا احنا بنتكلم ان ان الالفا ده مش بنتكلم انه بيحصل مثلا زيادة اتنين متر مثلا في الطول او كده احنا بنتكلم في الالفا ده بيكون حاجات قيم صغيرة جدا جدا نص ميلي ربع ميلي على حسب انت سخنت كم درجة سلزية زي ما هنشوف مع بعض كمان شوية في الامثال ملحوظة صغيرة عايزين نأكد عليها انا هنا من العلاقة دي بحسب التغير في الطول لو عايز يحسب الطول النهائي فانت خلي بالك ان التغير في الطول بيساوي طول النهائي ناقص الابتدائي لو عوضت بالكلام ده هنا والله يعني حاجة ترجع لك انت ممكن تحسب الدلتا وانت معاك الطول اللي ابتدائي تقدر طلع طول النهائي بالنوع عبارة عن الطول الأصلي زائد التغير في الطول أو لو سويت الدلتا L اللي هي L فينس L إنشا بالمعادلة الأصلية ودي L إنشا للنحة التانية يطلع لك L إنشا في واحد زائد ألفا دلتا T وتحسب L فينسا في خطوة 1 عايز من النوع اللي بتحب تحفظه عايز تزود المعادلة دي تمام انا في رائع الشخصي ما تزودش عن نفسك حفظ كتير انت كده كده حفظت المعادلة دي وانت كده كده عارف بديهيا إن الدلتا L عبارة عن L فينس L إنشا رح ساوي يعني بعد ما تحسب الدلتا L يبقى تقولي على طول L فينسا بتساوي الطول الأصلي زائد الزيادة الحصد في الطول زائد أو نفس طبعا بقى حسب هو يعني درجة حرارة زائدة أو درجة حرارة قلت والدلتا L هتكون مجابة أو سليمة يعني المهم بإشارتها زي ما يكون يعني طيب لو جاء نبص على السلايد اللي قدابنا ديت هنلاقي إن هو مديني جدول في المواد مختلفة ومديني معامل التمدد الطولي لألفا linear expansion coefficient فجدول زي كده أكيد مش هتحفظ ده بيبقى given مسلا في امتحان أو كده السواب دي أو بيطلبها في مسألة أنت هتحسابها بس يعصد مش هنحفظ الأرقام دي بس هنريدين نراحل شوية مراحظات مهمة أول حاجة واحدة قياس الألفا من دهاري سليزيس باور نيجد في ون أو أس سالك واحد الكلام ده جيب نين؟ والله لو حداك شفت إن الدلتا L مثلا زي ما إحنا لسا واخدين معادلة دي من شوية بتسوي الإنشاء ألفا دلتا T هتالألفا في طرف هتبع عبارة عن دلتا L على الإنشاء لدلتا T الدلتا L دي واحدة القياسة تكون متر مثلا وهي هيها نفس واحدة قياس الألة اللي هي بالمتر فالمتر هيتطير مع المتر يطلع أن الألفا عكس واحدة الدلتا T الدلتا T طبعا سواء سليزيس أو كيلفن مش فرقة لأننا انتفقنا أن السليزيس وكيلفن دلتا T بيتساو مع بعض فيبقى الألفا عبارة عن واحد على السليزيس أو واحد على كيلفن هي هيها طيب ده رقم واحد ورقم اتنين أنا بلاحظ أن الألفا كل الماتيريالز اللي هو مدهالي هنا كلها سوليدز يعني ألمونيوم براس برونز كونكريت كابر جلاس مش عايف كذا كل ده يعتبر ايه سوليدز تمام إنما لما جيت ديني فوليوم اكسبانشان كوفيشاند لقيته مدهولي لغاز مدهولي الليكويد بس ما تدنيش البيتا بتاعت أي سوليد هنا يعني لما أجب أبص على الماتيريالز اللي هنا هلقيها كلها ليكويد وجازز طب هلتا معانا أن ما فيش بيتا للسوليد؟ يعني ما ينفعش إن أنا يديني جيفن بيتا لألمونيوم مثلا هنجاوب على السؤال ده كمان شوية بس يعني مبدئيا كان خليها متفقين إن أنت لما تقرف أي مسألة سوليد أنت متوقع إن هو مديك الألفا مش البيتا بتاعته مديك ليكويد أوجاز فأنت متوقع إن مديك البيتا بتاعته مش الألفا طيب ملحوظة الثالثة طبعا هنعرف سببها إيه كمان شوية ملحوظة الثالثة لما أجيبص هنا للقيم بتاعة الألفا هلاقيها أن هي قيمة عشر أو سالب ستة كلها قيم صغيرة جدا تمام؟ إنما لما أجيبص البيتا طبعا أبتكلم عليك وتجاز فبالتالي المسافات البعينية أكبر شوية أو الرابط أضعف شوية فبالتالي البيتا بتاعتي هتكون أكبر وللجازز هتكون أكبر وأكبر كمان فالملحوظة الثالثة دي أنا كنت عايزة أقول لك خلي عندك سنس للأرقام يعني حاول إن أنت تبقى متوقع إن الرقم بتاع الألفا دا دايما بيطلع في رينجر عشر وسالب ستة لو أنا مثلا طلبوا مني في مسألة وجيت أحسابه ولقيته وطلع معي عشر قس موجة بستة لا يبقى أكيد في حالة غلط لابد لازم أرجع عيد الحسابات بتاعتي وأشوف الوحدات والكلام دا كله تمام؟ طيب بتاع نشوف مع بعض كده مسألة خفيفة بيقول لي إيه An electrical overhead transmission line has a length of 80 meter مديني والله في الكابلات اللي هي بتاعة الكهرباء مديني الطول بتاعها كان 80 متر between the supports بين أطراف التعليق مثلا وكده الكلم دا عنده 15 سلاسيس بيقول لي الطول بتاعها كان بي increase by 92 millimeter at 65A سلاسيس لما جيت أقرأ الرقم اللي هو مدهولي دا أنا محتار هو مدهولي إيه فبيقول لي الطول بيزيد بمقدار 92 ملي فيبقى دا كده بالنسبة لي الدلتا إلي لما وصلت عند 65A سلاسيس determine the coefficient of linear expansion of the material of the line عايز يحسب المعامل بتاع التمدد الطولي للمادة بتاعة السلك أنا ما عرفش السلك دا مصنوع من إيه فبالتالي عايز أحسب الألفا بتاعته فحطيت المعادلة بتاعتي لها دلتا إلي بتساوي اللي إنشاء الألفا دلتا تي اللي خليني طبعا فكرت في الكلام دا أنه طالب linear expansion coefficient اللي هو الألفا فقومت ديه دلتا إلي وإلي فعرفت أن هي المعادلة دي هي المناسبة لها في الحال الدلتا إلي عندي مدهولي 92 ملي هل أنا محتاج أحاولها المتر؟ تعال نتفع على حاجة والله لو أنا عندي دبل ملي ودبل ملي فالوحدتين هتيروا مع بعض إنما طالما مديني واحدة بالمتر وواحدة بالملي يبقى لازم الوحدات بتاعت ده وده يكونوا شبه بعض يعني دلتا إلي هتبقى 92 في 10 ساعة 3 اللي إنشاء بـ 80 الألفا أنا عايزها طبعا الفاينل نقص إنشاء 65 نقص 15 أقدر أحسب الألفا بعد كده طلعت بالرقم ده ده تقريبا يعني لو أنا يعني هذا مكتب يعني أنا لو بحسبها بالكالكليكولياتور بقى مكتب 0.000 ممكن أغلط في صفر أنساء أو كلام ده فالأفضل طبعا إن أنت على الأل حسبها بدوس اللي هي ENG دايت أو كده نوات يعني بتحولها في 10 أس سالب كذا طبعا دي كأنها في 10 أس سالب 6 نقص 23 في 10 أس سالب 6 لو أنا وحدة القياس بتاعتها لو أنا عايز أكتبها اتفقنا إن هي تبقى 1 على كيلفين أو 1 على السرازيس المرحوظة الثانية سواء ده أو ده الاتنين صح مرحوظة الثانية اللي عايز أقولها إنها لو رجعت للجدول هلاقي إن الثلاثة وعشرين أولية اللي الاربعة وعشرين يعني ده كان الماتيريا اللي بتاعتي تعتبر كانت الألمونيوم طيب بالنسبة ليه المثال التاني قبل ما نتكلم عنه عايزين نتفع على حاجة حاول على قد ما تقدر إن أي مسألة ما تيجي زقراها فكر في الأول إيه المشكلة الموجودة في المسألة أو إيه الجديد اللي بيقدمه المسألة حط استراتيجية الحل يعني أقول والله ده رقاتي المشكلة دي عشان لما تيجي تقابدني في أي مسألة تانية بعد كده أحلها بالطريقة الفرقنية استراتيجية إن أنا إيه الجيفنز إيه الأوصل إزاي اللي المطلوب بالكلام ده كله وبعد كده خطوات الحل بقى والمعادلات إحنا وشكاتنا كلنا دايماً بندخل على إيه؟ على خطوة المعادلات على أطول كويس؟ دايماً المسألة بتتشابه في الأفكار بتاعتها فلو قدر تحدد المشاكل الموجودة والستراتيجيات الحل بتاعتها أتلاقي إن الموضوع بقى أسهل لك إن أنت هتذاكر المسألة الموجودة عندك طيب تعانيش في المسألة دي بيقول لي أنت عندك 2 متر رودز واحد منهم كان من البراز والتاني من الاليمونيوم أدي 2 متر رودز اللي بيقول عليهم تثبتت من أحد الأطراف من الطرف النهاية بتاعتها زي ما هم شايفين في الصورة اللي قتابنا دي بيقول لي والله كان كل واحدة فيهم طولها إيه؟ 50 سنتي صدفة يعني اللي من نفس الطول والنسبريتد باي المسافة الفاصلة ما بينهم زي ما هم شايفينها رسمة 24 من ألف سنتيمتر في الطرف الغير مثبت يطرى درجة الحرارة أتوات تمبريتشا رويل دا رودز جاست كومين تو كونتاكت يطرى درجة الحرارة كامل اللي الروز دي هتتلامس فيها مع بعض طبعا الجملة اللي بعدها دي هو بس مجرد إن بيحط لك فرضية بيقول لك يعني إيه إن الإكسبانشن دا إحنا هنهمله من الأطراف المتثبتة دي يعني أعتبر إن بيحطاش فيها إكسبانشن يعني إكسبانشن سموح فقط من أطراف اللي هي الغير مثبتة إيه طيب أنا أفكر إزاي في المسألة دي والله اللي خلاني عرفت إن هي عالتيرما الإكسبانشن إن أنا في مسافة فاصلة وفي درجة حرارة هتتغير وهيتلامسه يعني في تمدد فجف بالي على طول إيه اللينير إكسبانشن تمدد الطولي درقم واحد رقم اتنين المشكلة اللي عندي وبساية درجة حرارة كاملة هيتلامس فيها مع بعض يبقى أنا المفروض الإكسبانشن اللي هيحصل هيكون مقدره قديه 24 من ألف سنتيمتر طيب يضر الإكسبانشن ده خاص بالبراس بس ولا الألمانيوم ولا الاتنين أكيد الاتنين هيحصلون إيه إكسبانشن وهيروحوا يتلامسوا مع بعض فعشان كده أقول إن الجاب عبارة عن إكسبانشن براس والألمانيوم مع بعض الكلام ده هيساوي 24 من ألف سنتيمتر طيب الإكسبانشن الألمانيوم ده عبارة عن الألفا دلتا تي وده عبارة عن الألفا دلتا تي برضو بس طبعا خاص بالبراس عوض بده هنا بالقيمة بتاعته عوض ده بالقيمة بتاعته واجمعهم على بعض طيب لما أجع بص القيمة الطول الأصلي فالطول الأصلي هم اللي اتنين ليهم نفس الطول الابتدائي اللي هو المفروض زي ما احنا شايفين كده بيساوي الخمسين سنتيمتر طيب بالنسبة للدلتا تي فعب نهادي فاينال نقص إنش هالتي ناشي قال هي زيرو سلازيس والتي فاينال هو بيسعى عليها وهما الاتنين تسخنوا بنفس البغدار فبالتالي ليهم هما كمان نفس ال ايه الدلتا تي يبقى أنا أقدر دلوقتي أخد ال ال والدلتا تي اللي اتنين دول عمل مشترك ويتبقى لي الألفا بتاعت ألمونيوم زايد الألفا بتاعت البراس الكلام ده بيساوي 24 من ألف سنتيمتر طيب هات بقى الدلتا تي في طرف الشكل ده كده اعوض بقى عن ال ال طبعا نخلي بالنا ان طالما نحطي دي بالسنتيمتر يبقى لازم كمان ال 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 انشيال تكون هي كمان بالسنتيمتر فبالتالي لما اجي عوض بالأرقام بتاعتي الالفا والالفا دي جيبتهم من الجدول اللي احنا كنا عرضينه مع بعض من شوية طاويد مباشر قدرت تحصي قيمة الدلتا تي اتفقنا مع بعض ان الدلتا تي سواء سليزيس او كيلفن هما الاتنين نفس القيمة طب يا ترى اكتبها سليزيس ولا كيلفن مينو صح هي فكرة انه مش عايز الدلتا تي وبيدور على تي فاينل فيعبارها عن تي فاينل نقص تي انيشيال ولو انا عوضت عن تي انيشيال بزيرو سليزيس يبقى الدلتا تي عندي هي كمان بالسليزيس لو انا عوضت عندها بالكيلفن يعني قلت مثلا متين تلاتة وسبعين بوينت ففتين كيلو كيلفن فايبقى ساعة الدلتا تي اللي انا كتبها دي هي كمان تكون بالكيلفن وساعة تي فاينل لما اجي حسبها هتطلع هي كمان بالكيلفن يبقى حسب الوحدات اللي حداك بتشغل بها فلو انا قلت زيرو سليزيس يبقى اكيد الرقم ده بالسليزيس يبقى تي فاينل هتطلع ب11 بوينت اربعة سليزيس طيب تعانشو مع بعض التطبيق في غاية الهمية حاجة اسمها باي ميتاليك ستريب ثنائي باي ثنائي وميتاليك معدني وشريحة شريحة ثنائية المعدن مثلا او كده طيب ايه فكرة التطبيق ده هو بيجيب معدنين مختلفين وليكن مثلا البراس والستيل دول بيكون ليهم معامل تمدد حراري مختلف زي ما هشايفين البراس تقريبا ضعف الموجود في الستيل طيب ده يفرق معاف ايه ان الاتنين ملتصقين ببعض ولما بسخنهم فواحد بيتمدد اكتر من التاني اللي بيتمدد اكتر ده بيخلي المعدنين زي ما احنا شايفين كده بيحصل فيهم انحناء ولو في حالة التبريد بيكون العكس طب ليه الانحناء مثلا البراس هو اللي كان بره او الستيل هو اللي كان جواه وفي التبريد العكس ايه سبب القصة دي الموضوع بمنطقة البساطة انت درقتي ده كأنه جزء من دايرة فلو بصدق دايرة دي نصف خطرها R فانتعرف ان السيركم فيرنس بتاعها 2 باي R لما يحصل عماية الاكسبانشن او التمدد هيبع عندك دايرة زي ما هشايفين نصف خطرها وليكن R2 وبالتالي R1 او سوري R1 R1 دي اكبر من R وبالتالي محيطها 2 باي R1 R1 دي اللي هي الاكبر في بتالي المحيط اكبر يعني لو انت واخد القص ده اللي اخضر هتلاقي القص التاني اكبر بالشكل ده وهو ده الانحناء اللي حصلت لان البراس معامل تمدده اكبر فبالتالي هيكون الطول بتاعه كأنه هو المحيط بتاع الدايرة الايه الخارجي في حالة التبريد هو هيبرد اكتر كويس فبالتالي هيبع هو نصف خطر الايه الاصغر فبالتالي هيكون الستيل هو الموجود من بره طيب التطبيق ده شائع استخدامه في حياتنا اليوميا فيه تطبيقات كتير جدا داخل فعال باي متالك استرامل بس الاسم الحركي بتاعه او الاسم الدارك بنسميه ثيرمستات الثيرمستات ده اي جهاز هتلاقي فيه تحكم في الحرارة او بمعنى صح ان الجهاز مثلا لما يسخن يفصل وبعدين شوية يبرد يرجع يشتغل تاني يسخن يرجع يفصل وهكذا ده بتلاقي فيه حاجة اسمها ثيرمستات زي المكوى زي مثلا الكتل زي مثلا دور التبريد العربية الحاجات دي كلها بتلاقي فيها الثيرمستات طيب فكرته بتبقى شغالة ازاي ونفس الكنسة بتلقى بنان وبيكون جزء من دايرة كهربية ولنفترض ان انا عندي مثلا الكوفي بوت او اللي هو زي الكتل مثلا او الحاجة اللي بنسخن فيها المياه او المكوى تعال انا تخيل ان الرسمة دي رسمة خاصة بالمكوى مثلا حضاك وصلت الفيشة بيبتدي الطيار الكهرابي يمر في الدايرة اللي عندك طبيعي ان طيار فانت عرف ان فيه power dissipation لو اي سكوير في ار فحسب مقاومة الكويل اللي عندك هنا بيبتدي يحصل حرارة سخنية طب انا عمالة سخن اسخن اسخن ما تنساش ان المعدن اللي عندك هنا كمان البايم ترك ستريب ده عمال هو كمان ايه؟ يسخن طب لما يسخن ويحصل الانحناء داية اللي بيحصل للدايرة بتاعتك بتكون اتفتحت فالطيار بينفصل تبتدي المكوى تفصل بتبتدي انت شغال عمال تكوي تكوي عمالة المكوى تبرد 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 لغاية ما يحصل الكونتكت مرة تانية تلاقي الدايرة الكهربية اشتغلت وبدأ المكوى تسخن مرة تانية وهكذا بيفضل يسخن يبرد يسخن يبرد لغاية ما هذاك بتخلص وتفصل الكهرباء بتاعتك تماما فالثيرمستات سوى بقى في دور التبريد العربية الكتل مش عارف ايه كله قايم على نفس المبدأ طيب في ظاهرة تانية محتاجين بارد نتكلم عنها حاجة اسمها thermal stress احنا ذكرنا قبل كده قلنا والله لو انا عندي مثلا الكباري او في الطرق الاسفلت والحاجات اللي زي كده جيت قلتلي والله انا عشان اعامل حساب thermal expansion اللي بيحصل ده فقلتلي بحط فواصل معدنية بالشكل ده كده او بسيب فيها فراغات الفراغات ديت لما بيحصل ان الاسفلت هيتمدد او السخونية او او كلام ده كله بسيب له مسافة لايه للتمدد الحراري طب لو ما سيبتش المسافة دي يحصل ايه يعني ممكن الظاهرة دي بتاع السفل انجينير مثلا مهنسين المدنيين يمكن بيقابلهم القصة ديت ان انت وليكن مثلا عندك كونكريت وفي بيم ما بينهم او مثلا انت تخيل القوضة اللي انت قعد فيها دلوقتي في العمدان اللي بتاعت البيت وفيه جدار بين العمودين الموينة عندك وليكن ان انت دلوقتي البيم ده متعرض لسخنية الشمس ضربة فيه طول اليوم فيه سخيات لازق فيه اي حاجة المهم ان هو لسبب ما سخن عايز يتمدد والله لو انت سيبت له مسافة يتمدد فيها يبقى دي الحالة اللي كانت فوق طب افرض انت مسبته من الاطراف يعني وليكن ان هو كان كلام مثلا انت عامله تثبيت من الاطراف ديت قالك في الحالة دي لما هيجي يتمدد هو كده كده يتمدد بس هو عايز يتمدد ومدتوش الفرصة لده فقالك في الحالة دي بيعمل حاجة اسمها كومبريسيب او تنسايل استرس بيبتدي يضغط على الجدار او لو الجدار اللي عندك ده قوي جدا اقوى من البيم اللي عندك اقوى من السترس اللي هو البيم بيعمله ففي الحالة دي البيم اللي عندي هو اللي بيتني او بيحصل فيه انبعاج مثلا يعني يا اما هو بيضغط على الجدار يا اما هو ما بيقدرش يضغط عليه فبالتالي هو اللي بينبعاج مثلا او بيحصل له كومبريسيب استرس مثلا طبعا بسبب ان القصة دي مبنية على تغير درجة الحرارة فهنسميه بثيرمل استرس طيب ايه هو الاسترس ده اصلا انا عايز افهم معنى ايه فلو افترضنا ان انا عندي مثلا بلوك زي ده لونه اخضر وليكن ان فيه مثلا زي البيم ده ضغط عليه بالشكل ده كده فالاسترس يا جماعة وعبارة عن القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات هتحس من اللي انا بقوله ده كاني بعرف الضغط بس هو في الحقيقة هو يعني الضغط احد انواع الاسترس تمام اللي عندنا هنا ده اللي هو التنصي الاسترس اللي هو بيكون قوة بتأثر في اتجاه واحد عموديا على المساحات انا ما الضغط بيكون من جميع الاتجاهات وده نوع اخر ممكن حضارك ترجع لي خواص المواد هتلاقي الجزء ده مشروح فيه بالتفصيل يبقى الاسترس ده بالنسبالي عبارة عن القوة المؤثرة عموديا على وحدة المساحات طبعا المساحة اللي بيأثر بيها البيم هنا عندي على القدار هتكون هي المساحة المربعة طول في عرض بقى لو مسلا مربع اللي تربيع يعني كان يعني طيب في حاجة اسمها الاسترين او الاجهاد الاسترس ده الاجهاد الاسترين ده الانفعال ايان كان المسميات العربي مش فارقة معنا فبالنسبة لي الاسترين ده هو مقدار الديفورميشن اللي بيحصل فيه البيم اللي عندي بالنسبة لشكل الاصل والله الديفورميشن اللي حصل فيه ان فيه زيادة في الطول بالنسبة لطوله الايه الاصلي تمام طيب لو اسمت الاسترس على الاسترين بيطلع لي حاجة اسمها معامل المرونة او بنسميه اليانج موديروس اليانج موديروس ده عبارة عن الاسترس على الاسترين عوض بالقيمة دي اللي هي F على ايه على دلتا L على L تحسب منها معامل المرونة معامل المرونة ده يا جماعة بيعتمد على نوع المادة يعني لما باجه اتكلم عن الاستيل في يانج موديروس ده مش عارف مثلا بمئتين جيجا باسكال مثلا بيكون قيم كبيرة يعني اتنين في عشرة اص 11 الالمونيوم مش عارف اتنين في عشرة اص كذا يعني بتكون ارقام كبيرة ودي بتعتمد على نوع الايه المادة زيه زي الالفا كده بس الالفا دي معامل التمدد الحراري وقيمته عشرة سالب 6 رقم صغير انما اليانج موديروس ده بيكون برضو بيعتمد على نوع المادة بس بيكون ارقام كبيرة جدا طيب تعاني شو بقى ايه علاقة ده بالثيرمال استرس وعايزين نربط الحرارة بالموضوع فانا بصيت لقيت ان في دلتا L على L دي شبه اللي احنا اخدناه في القانون لو بتعاد دلتا L بساوي الالفا دلتا T لو اسمت على L فلاقيت الجزء ده كده هو هو الموجود هنا فقدر احسب بقى الثيرمال استرس ان الثيرمال استرس عبارة عن F على الايه ووحدة قياسه هتكون نيوتن على المتو مربع لو جبت F على ايه بقى عبارة عن معامل يانج مضروف في دلتا L على L معامل يانج ما تنساش ان ده سابت بيعتمد على نوع المادة ودلتا L على L اللي هو زيادة في طول بنسبة طول اصلي ممكن اشيلها وعوض عنها بالفا في الدلتا T لو كان الجيفنز عندي دية اقدر اعوض بدول واحسب الثيرمال استرس فهنلاقي طبعا ان هو بيعتمد على التغير في درجة الحرارة وما تنسوش ان الواي ده اللي هو الـ Young Moderus بالنسبالي او معامل يانج يعني الثيرمال استرس ده يا جماعة لو كان قمته كبيرة بما يكفي فبالتالي هيعمل شرخ في الـ Structure اللي عندي ده يعمل كراك فيه لو مش قادر يضغط عليه فبالتالي هو هيكون اضعف وبالتالي بيحصل فيه انبعاج مثلا زي سلوك الكهربا مثلا بنلاقيها على السريع ديت بتلاقيها ايه حصل فيها انحناء مثلا مع السخنية وهكذا ايه طيب اanjaان فاكرم مع بعض في المسال الثالث بيقول لي onder 20 الدارا 1.5 سنتيمتر لما كان طابقة22สرياص وانا افترض ان الافة بتساوي الرقم الفلانى ويساوي الرقم الفلانى ولينج مدرس بيساوي الرقم الفلانى انا بس حاق بتأكد علي المعلومة اللي هتفقنا عليها ما بعضا من شوية ان دايما الالفة بتكون قيمة صغيرة جدا يعني في حصل مرة ان في امتحان في ناس اتقول لك انا ما اخدتش بالي الالفة نقلتها 11 في 10 قسموجة بستة وطبعا ده مستحيل لان انا كده مش مدرك اصلا الرقم لها بكتابي يعني الالفة دي بتكون قيم صغيرة وده يعني انت لما حاجة بتتسخن ما بيحصل لاش التمدد الرهيب يعني انت بتتكلم في حاجات بتكون قيم صغيرة جدا يعني الينج مودرز ده بيكون ارقام كبيرة لان برضو دي بيه علاقة بالديفورميشن اللي بيحصل في الماتيريا لنفسها فبالتالي بيكون الستيل او المعد استطلبها لنشفة زي الستيل وحاجات زي كال بتكون الينج مودرز ده رقم ضخم جدا يعني طيب بيقول لك يا ترى what is its length بيقول يا ترى هيبقى طول وقد ايه في يوم درجة حارته 50 سرازيس فطبيعا انه بيسأل هنا على دلتا ال ولا ال ال فاينال انا بالنسبة لي هنا بيقول يا ترى هيبقى طول وقد ايه في يوم كذا بيسأل على قيمة ال ال فاينال فحاضاتك هنجيب دلتا الاول اللي عبار عن ال ال الفا في الدلتا تي طب ال 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 انشيل هو مد يهلي في تمانية متر يبقى انا اكيد هطلع الدلتا ال هي كمان بالمتر طيب بالنسبة لال الفا مد يهلي جيفن ب11.6 الدلتا تي اللي هي العشرين سخنت الى خمسين يبقى خمسين ناقص العشرين حسبنا الدلتال. والله لو حضاك مش عايز تكتبه بالشكل ده وعايز تحولها الملي متر فإس أوكي فيش مشكلة بس تخليك متأكد ان الرقم يطبع على الآل حزب قدامك لأول مرة ده كان المتر لان انت عوضت هنا بالمتر. بعد كده عايز تحول بقى حول براحتك فيش اي مشكلة ايه. تمام? بس هو مش ده اللي بيسأل عليه وبيسأل على الفاينل فروح اسألها بقى الفاينل ناقص الانيشيل الانيشيل بتمانية وروح وديها النحاة التانية هيبقى تمانية زائد الرقم اللي مكتوب عندك هنا. هيطلع الرقم ده بيسأل تمانية زائد اتنين واربعة وستين فعشر سيب تلاتة اللي هو باتنين بكذا كذا بيت الرقم. طيب. المطلوب التاني بيقول لي if the roots end were originally fixed. والله لو افترضنا ان انا سبت اطراف الردة ما سبتوش يتمدد. فبالتالي اتفقنا ان انا كده دخلت في منطقة بقى ايه? thermal stress. تمام؟ طبعا هنا بيقول لي compression force لان هو مش قادر يعني يضغط على الجدران فبالتالي هو بيضغط عليه. فبيسأل على compression force under root هيبقى قيمته add a. فهنا ما سألش على الاسترس نفسه وبيسأل على force add a. فما تنسوش ان thermal stress عبارة عن f على ايه بيساوي معامل يانج الفا في الدلتة دي. انا مش عايز الاسترس كله انا عايز الاف بس يبقى انا محتاج اضرب الايه في الطرف التاني من المعادلة بالشكل طيب. المساحة دي عشان احسابها طبعا هو مديه radius يبقى ده يعني بحسب الشكل مدولك يا والله لو الرود ده قالك انه مربع كان هاديك الage بتاعه او الوطول الضلع بتاعه. اديك الradius يبقى نحسب مساحة الدايرة باي r square معاك الار بواحد نصف سنتي. ما تنسوش التحولات يا جمعا انتازم تحول للمتر فيبقى انا حسبت كده المساحة بتاعتي بالمتر المربع. طب معامل يانج معايا الالفا موجود معايا الدلتا تي بالي هي خمسين نقص العشرين يبقى تعويض مباشر قدر تحسب قيمة الاف بتاعتي. طيب تعالوا نشوف تاني نوع من انواع الاكسبانشن حاجة اسمها او الاريا تيرمال اكسبانشن. النوع التاني ده انت هنا المرة دي مش بتتمدد في بعد واح انت بتتمدد في two dimension يعني انت بالنسبة لك هيبقى تمدد مسلا حاجة بالشكل ده والمساحة بالنسبة لك هتكبر. طيب التغير في المساحة هحسبه ازاي? نفس القانون اللي حداك استخدمته في التغير في الطول. هيبقى الدلتا اي عبارة عن المساحة الاصلية? في هنا حاجة اسمها جاما في الدلتا دي. الجاما دي يا جماعة هي هتبقى عبارة عن معامل التمدد المساحي. مش التمدد الطولي المرة دي. طيب التغير في المساحة ده ما زال هو برضو عبارة عن مساحة النهائية اناصل ابتدائية انت حضاك هو هو مفيش اي جديد يعني لغاية دلوقتي حضاك بتستخدم بنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. طيب لو انا حبيت احسب المساحة النهائية ممكن اسوي ده بالمعادلة اللي عندي فوق هنا ودي الايه انشال النهائية تانية يبقى الايه فاينال بيساوي الايه انشال في واحد زائد الجاما في الدلتا دي. طيب بالنسبة لي قيمة الجاما دي دي معلومة جديدة عايزين نوضفها ان في حالة السوليدز اقدر اقول ان الجاما دي بتساوي اتنين الفا. الكلام ده فور سوليدز انلي. عشان كده يا جماعة احنا واحنا بنشوف الجدول ما قلناش في الجدول كان مدي قيمة الجاما دي. لان كان كل السوليدز اللي عندي لو اخدت الفا وضربطها في اتنين. انا كده حصلت على المعامل التمدد الايه المسيحي. طب الكلام ده جبنين. دعا انا نثبته مع بعض في المثال اللي جاي. هنا بيقول لي شو دات فور ريكتانجلر ايريا في ماتيريال هافن تايمانشن الو دابليو. الكوفيشنت اوف سوبرفاشل اكسبانشن او الاريا اكسبانشن الجاما بساوي اتنين الفا. حيث ان الجاما ده معامل التمدد الايه الطوالي. طيب. مبدئا يا جماعة فيه ناس هتتعامل مع المثالة دي كأنها اثبات ومفروض ان انا بحافظه. وفيه ناس تانية هتبتيت فكر ان انا عايز اجيب المشكلة اللي عندي ان انا عايز اجيب علاقة ما بين الجاما والالفا. طب. الالفا دي معامل تمدد طولي. والجاما دي معامل تمدد مساحي. يبقى لو عرفت اجيب العلاقة بين المساحة والاطوال. واجيب التمدد هنا. وجيب التمدد هنا. هتلاقي العلاقة اللي انت بتدور عليها ظهري. طب تعال نشوف ايه العلاقة اللي نقدر نستخدمها. احنا هنحل المساقة دي بطريقتين. دعا نشوف الطريقة الاولينية مع بعض. لو افترضنا ان المساحة وليكن L في W زي ما هو ايه اللي بالشكل ده عن طريقاتي انيشيال. بعد زيادة درجة الحرارة هتبقى المساحة L زائد دلتا L و W زائد دلتا دبلو. يعني قادر اقول ان ال A final عبارة عن L final في W final او ال A final عبارة عن ده في ده اللي هو L زائد دلتا L في W زائد الدلتا دبلو. اللي هو يعني فكيت ده وفكيت ده وعوضت بقيامهم يعني تمام كده. طيب الدلتا L دي واحنا اخدنا قانون بتاعها اللي هو L initial alpha في الدلتا T. طب الدلتا W قانونه ايه? ما هو الدبلو ده هو طول. يعني نفس الفكرة بالظبط ان انت هتقول W initial في alpha في الدلتا T. وانا استغنمت نفس الالفا لانها نفس الماتيريال. ماذا الماتيريال ما ضايرتش بالالفا هي نفس المادة. طيب تعال انا عاود بقى عن قمة الدلتا L اهيه المكتوبة بالازرق. قمت الدلتا W عوضنا عندنا المكتوبة بالاحمر عندك هنا. طيب الخطوة الجاية هنعمل ايه? والله يقدم حضارك حل ايه? يا اما تاخد L initial عامل مشترك ويتبقى لك واحد زائد الفا دلتا T. وتاخد ال W initial عامل مشترك ويتبقى لك واحد زائد الفا دلتا T. فبقى كأنها واحد زائد الفا دلتا T لكل تربيع. وتفكي قصة التربيع. تحل. يا اما اضرب الاول في الاول الاول في التاني. التاني في الاول والتاني في التاني. وهيديك نفس النتيجة في النهاية. الطريقة اللي تريحك اشتغل بيها. فانا بالنسبة لي هنا اروح تضارب مثلا الاول في الاول. وبعدك اضربت الاول في التاني. ضربت التاني في الاول. التاني في التاني. طلعت بالشكل ده. اولا اول حاجة الجزء ده نجليكتت. ليه? ايه السبب? بتفتكر ايه السبب؟ والله انت بتفهم عن الألفة دي عشر سبب ستة. لما تبقى عشر سبب ستة تربيع كمان يبقى الرقم ده ايه؟ قمته صغيرة جدا جدا مقارنة برقم زي اللي عندي ده في الاول هنا. فبالتالي ده يعتبر بالنسبة لي يا جماعة. طيب ده ده اقدر اقول ان هو ده المساحة الاصلية. وبالمثل دي كده هتبقى المساحة الاصلية. زي ما كنت قلت لكم وكنت اخدوها عامل مشترك من البداية. وبالتالي اقدر اقول ان القيمة اللي هتطلع لي من المعادلة دي هتبقى عبارة عن اي انشال زائد ده هو نفسه ده فتبقى اي انشال الفا في الدلتة دي. لو انا وديت اي انشال دي النحة التانية فبقت عبارة عن دلتة ايه بيساوي اي اي ا الفا في الدلتة دي. لو قرنت دي بالمعادلة الاصلية بتاعتي انا كده عرفت ان الجاما بتساوي اي اتنين الفا. يبقى انا ازبتله العلاقة اللي هو بيسأل عليه. تعا نشوف الطريقة التانية اللي ممكن نحل بيى المسأل. طيب طريقة الحال الاخرى ان انا كنت ممكن اجيب ان التغير في المساحة عبارة عن التغير في ال ال والدبليم. التغير ده بيوم السلي في الرياضة اللي هو المشتقة. فبالتالي لما اجا اشتقة اشتقة ال ال ولا ال 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 اتنين اتغيروه. يبقى الاول مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة الايه? الاول الايه الاولين طير دول مع بعض يطلع لي ان الدلتا ايه بتساوي ال في الدلتا دابليو عوض عن قيمتها من هنا والدابليو في الدلتا ال عوض عن قيمة الدلتا ال من هنا هتبقى المعادلة مكتوبة بالشكل طب انا عندي ال ال انشيل والدابليو انشيل ممكن اخدهم يعني ان هما دول قيمة المساحة الاصلية وطبعا الطرف ده هو نفسه ده بالظبط يبقى اتنين ال دابليو في الفا دلتا تي وده هو المساحة الاصلية تبقى المعادلة بالشكل ده لو قرنتها بالمعادلة الاصلية يبقى انا وصلت ان الجاما بتساوي اتنين الفا وما تنسوش يا جماع ان ده فور سوليدز اونلي فقط السوائل والحاجات التانية مش هينطبق عليه كام ده هو السوائل مبدئية مش هيبقى فيه تمدد مساحي لانه بنتكلم عادة على فوليوم مش منطقي يعني ان انا نتكلم على ده انما السوليدز هي اللي ممكن يبقى فيها التمدد مساحي فعشان كده بنقول فور سوليدز اونلي جاما تكون باتنين الفا فبتعاونا نتفرج عن المساقة دي مع بعض كده بيقول لي السيلفر بلايت هزا الاريا اوف تمنمية مليمتر سكوير عند خمستاشر سليزيس حدد الانكريز ان باريا اوف دا بلايت عايز الزيادة في المساحة لما درجة حول زياد مقدار المية سليزيس افترض ان الكويفيجنت زي ما اتفقت معاكم ما عنديش حاجة اسمها الجاما دايما هيديني الالفا وانا اللي هروح هتطلع منها الايه قيمة الجاما بعد كده داني اللينياريكس بانشان هنا فالدلتا ايه عبارة عن الايه جاما في الدلتا تي تقدر شيء جاما تحط مكانها اتنين الفا المساحة الاصلية حددك عوضت عنها بتو منمية مليمتر مربع يبقى التغير في المساحة يطلع بالمليمتر مربع بردو تمام المساحة الاصلية بتو منمية الالفا مدهالك الدلتا تي عندك وقالك ريزد تو هندرد سليزيس من خمستاشر دمية يبقى اللي هي اعتبرك خمسة وتمانين طوين وباشر حسبنا التغير في المساحة ومتنساش ان انت حطت ده منليمتر مربع يبقى انها تجيطلع مليمتر مربع النوع التالت والاخير في الثيرمال اكسبانشن هو الخاص بالفوليم اكسبانشن لو افترضنا ان الفوليم كان اكس واي زد فزاد بالشكل ده كده يبقى حصل تغير في الفوليم الزيادة في الحجم عبارة عن ايه الحجم الاصلي الوريجنال فوليم مضروبة فيه معاملة التمدد الحجمي في التغير في درجة الحرارة طب يا دكتور عايز احسب البي فاينال اجابها ازاي نفس الكلام بالضبط الدلتا بدي عبارة عن البي فاينال نص في انيشيل وقدي البي انيشيل النحة الثانية يبقى البي فاينال بتساوي الرقم المكتوب قدامك ده تنساش ان ده التشينج في الفوليم متنساش ان ده تشينج في التمبريتشر سواء كان سيليزيس او لواس انتجريد او بالكيلفن هما الاتنين بيساوهم بعض طبعا قيمة البيتا ديت انا بروح اضلحها من الجدول للليكود والجازز طب اما لو للسوليدز اعمل ايه خلاص اتفقنا ان للسوليدز برضو يبقى ليه علاقة بالالفا وانا بروح اضربها في ثلاثة زي ما انت حضاك لحظة ما فيش اي سوليد كان بديك البيتا بتاعتها لان انت هتاخد الالفا ضربها في ثلاثة تحسب البيتا بتاعتها حاول تفكر فيها كده كمسألة اثبت لي ان البيتا بتساوي ثلاثة الفا للسوليدز ايه زي ما هو كاتب كده برضو الو اتش والمعامل البيتا بثلاثة الفا وبيقولك حاول تثبتها لي فلو افترضنا زي شكل الكيوب اللي فات كده فالV فاينال هتبع عبر عن ايه L فاينال وفاينال في H فاينال كويس وبعدين هتفك للفاينال ده عبر عن L زي دلتا L W زي دلتا W H زي دلتا H بالشكل ده عاود بقى عن دلتا L بقيمتها الدلتا W بقيمتها الدلتا H بالقيمة بتاعتها عاود بقى بالتلاتة دول قدامك هنا اهو وبعدين ابتدي اضرب بقى الأول في الأول لا احنا كان مش هنخلص فالأسهل طبعا نعمل بقى طريقة لها عمل مشترك يعني لو أخدت عمل مشترك من هنا L initial هيطلع برة W initial هيطلع برة H initial هيطلع برة هتبقى لي 1 زائد ألفا في الدلتا T زائد 1 في ألفا دلتا T زائد 1 ألفا دلتا T ده كده بيمثل لي V initial الحجم اللي ابتدائي ودول لما يتضربوا في بعض هيبقى عبارة عن 1 زائد ألفا في الدلتا T لكل تكعيب التكعيب ده عشان نفك يا جماعة هيبقى عبارة عن 1 زائد يعني حتى في ناس حفظات يقول لك 1 3 3 1 وبعدين الأولاني بعدين حصل ضرب الاثنين بعدين مربع حصل ضرب الاثنين بعدين مكعب حصل ضرب الايه الاثنين يعني بالنسبة لي هتبقى عبارة عن 1 3 3 1 1 حصل ضربهما هم تربيع التكعيب تمام؟ وما تنسوش ان ده كده هو ده V initial ما تنسوش يا جماعة ان الالفا في الدلتا T يقلب كتير من الواحد فبالتالي عشان هي مجموعة لواحد هنا وفيه تربيع وفيه تكعيب كل ده بالنسبة لي هيكون ايه neglected بايس فهيطلع لي ان ال V final بتساوي V initial في واحد زائد الثلاثة ألفا دلتا T دخل V initial جوه هنا بالشكل ده وديها النحاء التانية بقى معاكد دلتا V بتساوي V initial ثلاثة ألفا دلتا T لما اروحها قرنا بالمعادلة الأصلية فهمت ان الثلاثة ألفا هي هيها قيمة البيتا ما تنسوش يا جماعة ان الكلام ده للSolids فقط طيب تعال نشوف المسألة دي فيها فكرة جميلة حاول تفكر فيها كده وبعدين تعالى شوف الحل معي مديني 200 سنتيمتر مكعب من Glass Flask is filled with Brimwood Mercury at 20 Celsius والله هو بيقول لي نفترض ان عندي وعاء زجاجي ماليته بالزئبق عند 20 Celsius ومديني الVolume بتاعه يا ترى قد ايه من Mercury Overflow يعني انت دلوقتي Overflow دي معنى ان انت حاجات ملت على اخيرها واتدلقت منها لما درجة الحرارة بتاعت السيسلم هتزيد ل100 Celsius الCoefficient of Linear Expression of Glass بكذا ومديني البيتا بتاعت الزئبق بكذا قبل ما هبتدي حل انا عايزك بس تلاحظ حاجة وتركز فيها في ناس فاتت عليهم وفي ناس اخدوا بالهم منها اللي هي ايه الزئبق ده Liquid اداني البيتا بتاعته اجلاص ده Solid اداني الLanier Expression بتاعه مدينيش البيتا يعني انا هنا مديني الالفة بتاعت الزجاج تمام؟ يعني لوحة دك فرضاً محتاج البيتا بتاعته لازم هتضرب في ثلاثة مش ده الرقم بتاعه خلاص؟ طيب ده رقم واحد رقم اثنين تعال نتخيل مسألة لو افترضنا ان انا عندي الوعاء الزجاجي اهو وماليته بالمركري لما سخن من عشرين لمية تخيل كده براد الشاي ماليته بمية وسخنت هل المية اللي بتسخن بس؟ ولا المية والبراد بيسخنوا؟ اللي اتنين بيسخنوا بس طبيعي ان التمدد بتاع ال Liquid هيكون اكتر بكتير من ال Solid يعني ال Solid لو حبيت تحسب ال Volume بتاعه يبقى ثلاثة في 0.4 هيبقى 1.2 في عشر سيب 5 انما ده 18 تتكلم في عشر اضعاف تقريبا فطبيعي ان التمدد بتاع ال Liquid هيكون ايه؟ اكتر طيب لما جاء سخن ايه اللي هيحصل؟ قال لي الميركري هو طبيعي ان بقى مالي الوعاء اللي عندي والزيادة هتبتدي ايه؟ تدال ده ابر هو بيقولك بقى حسب لي ال Overflow ده قد ايه هاتلي بقى اللي الدلق بره ده قد ايه عشان ده تخيل فكرة المسألة يا جماعة انت عندك الاتنين كان نقض بعض بس لما سخنت حصل ايه؟ لقيت ان انا بقى عندي ده يعتبر ايه؟ اعلى الميركري تمدد اكتر هما اللي تنكفي البداية قد بعض بس تمدد الميركري بقى اكتر من الايه؟ الصولد او الجلاس الموجود عندي. الفرق ايه ده هو ده الجزء اللي هيتدلق عندي طيب نجابها ازاي؟ والله ايه ممكن اقول في فاينل بتاع الميركري نقص في فاينل بتاع الجلاس انا كده بقى طلعت المطلوب طيب الفاينل ده عبر عن ايه؟ نفس الفكرة هما الاتنين بديين بنفس الحجم الابتدائي فمن حقك تقول ان ده نقص ده تطيارهم مع بعض فيتبقى لك المعادلة بالشكل ده لو الحجم الابتدائي مش قد بعض ما كانش هيف اعمل الخطوة ديه لما هي صدفة ان هما الاتنين ديهم نفس الحجم الابتدائي فاختصرت ده مع ده وتبقى لي البيتا في دلتا تي ناقص البيتا في دلتا تي بالشكل ده طب البيتا الزقبق عندي فاضل الجلاس محتاج ان انا احسبها الحجم الابتدائي والدلتا تي هما سيخنوا بنفس المقدار اجيب بقى البيتا بتاعت الجلاس ازاي تلاتة الفة للجلاس هتطلع بالشكل ده تقدر ان انت تحسب قيمتها بواحد واثنين في عشر السالب خمسة طيب تعال نعود بقى بالارقام ديت البي اي ناشية المدية بميتين سنتيمتر مكعب والدلتا تي بمية ناقص عشرين بتمانين ومعاك البيتا ناقص البيتا بالرقام ده قدرت تحسب البي ناقص البي بالرقام ده كاي في واحد مركز شوية قال لي على فكرة انا ملاحظ لما انا اختصرت البي مع البي فبقت كأنها دلتا في ناقص دلتا في يعني انا لو حسبت الدلتا في هيطلع بيتا في دلتا تي والدلتا في بيتا في دلتا تي فهتبقى نفس التعويضة بالزبط هي هيها هما الاتنين شبع بعض اهو وهيطلع بالتالي اكيد نفس الايه الناتج بس الكلام ده يا جماعة مظبوط بسبب ان البي انشال كانوا قد بعض لو مش قد بعض الكلام ده ما ينفعش يتعمل لازم هتتحسب الحجم النهائي ناقص الحجم الايه النهائي عشان تجيب الجزء اللي نساكى بينه طيب تعال نشوف المسألة اللي بعديها بيقول لي هذا الديامتر عن درجة حرارة كذا لو التمبراتشر الديامتر الرقم الفلاني عايز الانكريز في الديامتر الانكريز دي بقى بيسأل على الدي فاينال ولا الدلتا دي يعني عايز ده ولا عايز يحسب الديلتا دي يا طرى مين فيهم اللي صح لو قال لي هات الديامتر عايز النيو فاليو بتاع الديامتر اي حاجة تدل على عايز الديامتر عن درجة حرارة 789 ماشي يبقى برضو الدي فاينال انما هنا بيقولك عايز الانكريز بيسأل على الدلتا دي يبقى انا بالنسبالي في الحالة ديت هشتغل على الدلتا دي الدي انشل بخمسين ميلي الالفا دي الانيار اكسبانشم بتاع البراسمتر بالرقم الفلاني طبعا الديامتر يا جماعة هو قطول يعني حتى بيتقاس بالميلي متر فزي وزي اللي بالزبط والدلتا تي طبعا هتطرح ده نقص ده مش هتفرق معاس لازلس او كيلفن ده كيف تحسب الدلتا تي فالمهم طلعت الناتج بالشكله طبعا دي ميلي متر يبقى الناتج يطلع بالميلي متر طيب المطلوب اللي بعده عايز السيرفاس اريا الانكريز في السيرفاس اريا يبقى انا محتاج عارف المساحة الاصلية الاول يبقى ان ده سفير فبالتالي هيبقى الار عندك طبعا هتجبها من الدي امتر مثل ما انتشايف بالشكل ده كده الدي امتر على اتنين login راح عوض بها هنا تربيع هت landscape تحسب المساحة الاصلية يبقى الزيادة في المساحة عبارة عن ده طب P diploma ما اندهلش ما انا ممكن اجبها من اتنين ايهPL اتنين الفة يبقى اتنين الفة بالشكل ده ومع ايك المساحة الاصلية تتحسب الزيادة في المساحة طب اخر حاجة عايز الêsتج spool في في الوليوم بتاع السفير فبالتالي اللي هي الدلتا في محتاجة عرف الفي انشيال بكام فحسب من اربعة طبيق ارتك هيبعشان برضو دي كرة لما جيت عوضت طلعت بالرقم الفلاني طب الدلتا في عبارة عن في انشيال بيتا في الدلتا تي البيتا عبارة عن ثلاثة الفة وبس عايز يتأكد ان المفهوم بتاع السولد ان انت بتحسينه من الالفة ازاي وبتجيب الفي انشيال والانشيال ومعك التأمتر كله تعويض مباشر قدرت تطلع قيمة انهائية بتاعتك طيب تعانشو مع بعض اخي بيقول لي عندك ريكتانجرا جلاس بلوك اللينث بتاعه يعني مية في عرض في ارتفاع بقى في عمق عند ضرب الحرفة الانية يقول لك ون هي تتتو الرقم ده its length increases by اربعة وخمسين من الف مليمتر increases by بقى كده مديني الدلتا ال عايز الكوفيشن توفليني اكسبانشن اوف دا جلاس فالدلتا ال عبارة عن طول اصلي الفة في الدلتا تي الدلتا اللي طبعا ده الرقم اللي هنا الطول اصلي اللي هو المية والدلتا تي مديك درجات الحرارة اللي اتغيرت في المسألة هات الالفة في طرف والباقي في طرف يبقى لما نعوض هيتطلع بالرقم ده والله لو ما كانش اقيل لن دا جلاس كنتم ممكن اروح للجدول واعرف نوع الماتيريا ايه بس هو الراجل كتر خيره هاي لن دا جلاس طيب عايز عادي زيادة في المساحة انكريز دا تي بقى الدلتا ايه كبار عن المساحة الاصلية في الجاما في الدلتا دي الجاما خلاص عارفنا اللي هي تبقى 2 الفة دي مش جديدة دا مفيش جديدة عن المسألة اللي فاتة بس هاي في المساحة الاصلية نجيبها ازاي المرة الفات كانت كرة فقلتلي ارباع باي ار سكوير طب المرة دي اجيب المساحة الاصلية ازاي فلو انت حضلك تخيلت الشكل اهو بالمنظر دا كده ودي الطول والعرض والارتفاع عملت ده المية ده المية مش فرقة المهم للثلاث أبعاد بتوعك أهمت وعايزين تحسب المساحة الأصلية فلو أخذنا الوجه اللي فوق ده فيه واحد زيه أخوه تحت فده مسحته هيبقى عبارة عن إيه المية في خمسين في اتنين وفيه واحد اللي هو اللي أخضر ده وفيه واحد زيه النحية التانية عشان كانت ضربت في اتنين برضو وأقول اتنين خمسين في عشرين وأخيرا الوجه اللي زرق الموجود عنده كان هيكون اتنين في مية في عشرين هسبت كده المساحة الأصلية بتاعتك طيب يبقى التغير في المساحة عبارة عن المساحة الأصلية اللي هي اللي معاك ده في الجامل يه اتنين ألفة في الدلتا تي طلعت بالرقم الفلان تمام واحد هيقول لي انت بالنسبة لك حطي ده بالملي متر مربع يبقى لازم النادجة يطلع بالملي متر مربع طيب عايز اللي تشينج في الفوريوم يبقى الدلتا في عبارة في إنشال بيتا بالدلتا تي بالنسبة للحجم الأصلي موضوع هنا أسهل مش ما فيش أوجه بقى والكلام ده وانت أعطوه طول في عرض في ارتفاع فيبقى ضربة المية في خمسين في عشرين طلع بالرقم ده يبقى الدلتا في عبارة عن الحجم الأصلي في البيتا اللي هي تلاتة ألفة في الدلتا تي طلعت بالرقم الفلاني آخر حاجة عايزين نتكلم عنها الوترز انيوجول بيهيفير إن المية ربنا لما جي خلقها خلقها مختلفة عن باقي المواد الموجودة في الدنيا إزاي الكلام ده تعال نشوف مع بعض حدك عارف إن الدنيا ستي بتساوي الماس على الفوليم حدك عارف إن لما أي مادة في الدنيا بتسخن الفوليم بتاعها بيزيد ولا بيقل والله أنا عارف إن دلتا في بيتا في دلتا تي زيادة درجة حرارة يؤدي إلى زيادة الحجم ومعنى إن الحجم بيزيد يبقى الدنيا ستي إيه بتقل لنفس المادة أو لنفس الحاجة اللي عندك نفس الماس طيب المية بقى بتختلف عن بقية المواد إزاي هتلاقي إن المية ده شكل الدنيا ستي مع زيادة درجة الحرارة ولو حدك بصيت في البداية هنا هتلاقي إن الكيرف ده مختلف عن بقية المواد اللي ربنا خلقها يعني بمعنى من زيرو لغاية أربعة سليزيس هتلاقي إن الدنيا ستي إنكريزز الدنيا ستي بتزيد وبعد كده من أربعة وانت طالع بقى لغاية الآخر مع زيادة درجة الحرارة الدنيا ستي إيه هتلاقيها بتقل كويس الدينستي بالدكريس والماكسيموم ده بيكون عند أربع سليزيس ولو قمته واحد جرام على السنتيمتر المكعب طب حاجة زي كده بتفرق معاه في ايه هداك عارف ان الدينستي الأعلى الكسافة العالية دي بتبتدي تنزل يعني لو انا عندي مثلا حاجة كسافتها كتير أو حاجة كسافتها قليلة فالكسافة القليلة هي اللي بتنزل لتحت والقليلة ده هو اللي بياطفه فوق طب ده بيفرق معاه في ايه القصة دي هتلاقي ان ربنا خلق الحاجة دي في المناطق اللي هي المتجمدة هتلاقي انه سطح المية بيكون عبارة عن تلج اللي هو الزير ومسلا ده كسافته قل فبالتالي هتلاقي سطح المية ده اللي جمت فوق ولو نزلت تحت سطح المية هتلاقي ده الكسافة اللي هي الأعلى أو الأدفة اللي درجة حالتها يعتبر ايه أربع سليزيس فبالتالي الكائنات البحرية بتقدر تعيش تحت سطح المية يعني تلاقي الدنيا كلها أبيض فأبيض فوق كلها متجمدة لما لو نزل تحت سطح المية تلاقي المية أدفى درجة حياتها يعتبر A4 سليزيز وبالتالي فيه كائنات بحرية تقدر تعيش تحت سطح A المية شكرا للحساس معكم يا رب يكون الجزء كان بسيط وبإذن الله نحاول نعمل فيديو برضو عن شوية أفكار مسائل زيادة على نفس الجزئية ديت بالإضافة لكافية بحساب الطاقة الحيارية إن شاء الله اشتركوا في القناة